السلام عليكم مرحبا جميعا في الحلقة الأخيرة تحدثت عن الاستماع ووساطني عدة أسئلة حول مصادر جيدة ومناسبة للاستماع لمن هم مبتدئين في هذا الأمر في الاستماع يعني ممن لديهم حصيلة جيدة من الكلمات لكن لا زال الاستماع صعب عليهم اليوم سأعطيكم وأقترح عليكم خمس مصادر مميزة للاستماع المكثف تتميز بأن اللغة فيها هادئة وبطيئة ومناسبة لمن لم يتعود على الاستماع وقبل أن أدخل لكم هذه المصادر بعض التنبيهات التي تفيدكم في البدء بهذا الأمر البدء بالغمر ما يسمى بالغمر أي أن تغمر نفسك باللغة الإنجليزية عبر أذنيك الملاحظة الأولى أن نشاط الاستماع المكثف لا يغني عن التعلم وخاصة تعلم الكلمات الجديدة لأن الاستماع أصلا يرتكز على ما لديك من مفردات وأنت تستمع لا توقف عملية التعلم استمر في اكتساب كلمات جديدة استمر في الاستماع واستمر في تطوير الجوانب الأخرى لكن أهم عنصرين للتطور والتقدم في اللغة هما هذين اكتساب وتعلم الكلمات الجديدة والاستماع المكثف أو الغير موجه في البداية عندما تبدأ بالاستماع ابدأ مثلا نصف ساعة كل يوم بعد ذلك زود الوقت خليها ساعة وإن ثبتت الأمر على ساعة كل يوم أو أكثر هذا أمر جيد طبعا هذه المصادر التي سأعطيها لكم هي هادئة مناسبة لكن إن كنت غير متعود على نشاط الاستماع ربما تجد صعوبة في الأمر رغم أن عندك حصيلة جيدة من الكلمات والحل لذلك هو أن لا تأس من البداية استمر استمر في الاستماع وستجد أن الأمر يصبح أكثر سهولة شيئا فشيئا أمر آخر يساعدك على هذا الأمر هو أن تمارس نشاط ربط المكتوب بالمسموع هناك عدة أدوات وتطبيقات تساعدك لهذا الأمر منها تطبيق وموقع فو سكرين وغيرها من المواقع ولو حتى عبر اليوتيوب عبر أداة ترانسكريبت التي شرحناها في فيديو سابق أي أداة أو طريقة تتيح لك قراءة النص أي الجملة التي تسمعها تسمع للجملة وتقرأها وإمكانية أن تعيدها وتعيدها من أجل أن تربط ما هو مكتوب بما هو مسموع وتساعد عقلك على إنشاء هذا الرابط بين المقروء والمسموع الآن دعونا ننتقل إلى هذه المصادر الخمسة المجانية والمفيدة أول موقع وتطبيق في نفس الوقت يسمى Spotlight English لن أتحدث عنه كثيرا فقد تحدثت عنه أكثر من مرة وعملت عنه فيديو لكن بشكل عام هي حلقات شبه يومية كل حلقة 15 دقيقة اللغة فيها هادئة وواضحة كذلك الحلقات تدور حول موضوعات ثقافية ومعرفية جيدة تستفيد منها على الأقل معلومات جديدة المصدر الثاني هو Podcast ولديهم موقع كذلك يسمى Q-Lips يمكن أن تستمع لهذا البودكاست عبر أحد تطبيقات البودكاست في جهزة أندرويد أو عبر الآيتونز في الآيفون نشرت فيديو سابق حول استخدام أحد برامج البودكاست الذي هو Podcast Addict سأترك لكم الرابط في مربع الوصف لديهم في هذا البودكاست Q-Lips عدة سلاسل منها سلسلة Simplified Speech والتي تتميز أنهم يتحدثون بلغة هادئة ويتحدثون عن أشياء عامة في الحياة لكن يبطئون حديثهم بشكل متعمد حتى تستوعب أنت بسهولة المصدر الثالث هي قناة يوتيوب قناة Pop the Canadian يتميز هذا الشخص الكندي بأن حديثه وكلامه واضح لكن أيضا يتميز أنه كثير الإنتاج غزير النشر مع حلقة أسبوعية أو ربما أكثر عبارة عن لقاء مباشر ويتحدث عن مواضيع عامة ومدة كل حلقة ساعة كاملة هذا أمر جيد طبعا لأنك فيما يخص نشاط الاستماع المكثف أنت تبحث عن الناس باللهجة اليمنية نسميهم كثيرين الهدار الشخص المتحدث الذي يتحدث كثيرا أنت تريد من يتحدث كثيرا لكن بلغة هادئة وواضحة كي تستفيد أنت وتمارس اللغة عبر أذنيك المصدر الرابع وهو من بريتش كونسل المجلس الثقافي البريطاني لديهم أو كان لديهم برنامج صوتي يسمى Learn English Podcast الحلقات متوفرة عبر موقعهم الأصلي ولديهم تطبيقين واحد للأندرويد والآخر للآيفون هذا البودكاست مما استفدت منه شخصيا قبل سنوات عندما بدأت في هذا الأمر وفي نشاط الاستماع المكثف حلقات صوتية كل حلقة مدتها 30 دقيقة وكل حلقة منوعة تشكيلة من المواضيع والأخبار والنكات وأشياء أخرى تتميز أنها ممتعة ومسلية يعني لا تمل بسهولة أيضا اللغة واضحة نوعا ما وإن كانت السرعة طبيعية ليست بطيئة كما المصادر السابقة لكن أنا أتذكر أنه لم يكن عندي مشكلة أنا ذاك وأنا كنت في مرحلة متوسطة في اللغة فكنت أهضم وأستوعب معظم الحلقات هذا البودكاست بلكنة بريطانية لكنها لكنة بريطانية واضحة وآخر مصدر لدينا هو من إذاعة صوت أمريكا كل يوم حلقة جديدة مدتها نصف ساعة يعني تشكيلة من الأخبار والأحداث لكن بلغة بطيئة نوعا ما وكذلك بمصطلحات وكلمات مناسبة لمتعلمية اللغة الإنجليزية نصل إلى نهاية الحلقة كل الروابط تجدونها في مربع الوصف تحت الفيديو نلتقي مجددا إن شاء الله بعد العيد تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال ومبارك عليكم العيد مقدما هذا عمر يحييكم من قناة English PT إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر